بالتأكيد ما فيش كلام ينفع يتقال غير الدولار الدولار اللي مبارح كانوا فرحانين انه نزل الحمد لله بقدرة قادر ووصل 29 جنيه و 80 قرش قبل بداية الحلقة وقالوا خلاص يا جماعة سيطرنا على الازمة الحمد لله ما عداش التلاتين جنيه النهاردة الصبح الدولار بيقفز مرة اخرى على الجنيه المصري وبيوصل لتلاتين جنيه بل بيكسر حاجز التلاتين جنيه ايه اللي حصل مبارح الحقيقة؟ بعض الشواهد والتقارير اتكلمت على امور غريبة شوية اتكلمت على اموال خليجية تدخلك في الساعات الاخيرة في اليوم مبارح وضخت بعض الفلوس وبالتالي قدرت انها تنزل بالدولار من 32 جنيه ل 29 جنيه و 80 قرش بعض الخبراء الاقتصادين قالوا لا يا جماعة الكلام ده مصحيح ده هم كل اللي ضخوه ما يجوش 7 مليار حوالي امتلوا 50 مليون دولار وبالتالي ده مش رقم كبير ما يقدرش يعمل حاجة البنك المركزي هو اللي مسيطر البنك المركزي هو اللي بيتحرك مفيش الكلام ده لكن مدى مصر الحقيقة؟ نشروا تقرير مبارح خلينا نشوف كده صورة منه هتظهر قدام حضراتكو على الشاشة بيتكلم عن دولارات خليجية تنقذ الجنيه من انهيار غير مسبوخ بيتكلم في التقرير عن تقرير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة